بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم من الاتحاقة بقناة في قناة عبد الرحمن الفيديو نهار خاص بالقام رح نديل أهم الأسئلة المتكررة في الفلسفة الفرنسية الأول سيحتو ليلة تقليل سيونتيفك اللي يقلوها بلغاريزاتيون سيونتيفك الحقيقة العلمية إذن هذه الأسئلة رح تتكرر في جميع الفروض اللي يعطيها لك الأستاذ تلقاها في جميع الفروض نبدو بأول سؤال كالي لتيب دو تكست يعني ما هو نوع النص كي يعطيك هذا السؤال خاطة هون يعطيك الاختيارات انت دير إكسبيكاتي فالغش هذا النوع من النصوص يشرح السؤال الثاني اللي يجيك ذاني كالي لتام دو سو تكست واشتهو الموضوع اللي كان يتحدث عليها النص انت طبعا غالبا الموضوع اللي يكون يتحدث عليها النص يكون في العنوان والله يكون في الجملة الأولى في الفقرة الأولى ما يكونش في آخر موضوع ما يكونش في آخر موضوع اللي في الوسط التاعه هو الموضوع اللي ره يتحدث عليها النص ويتحدث عليه الكاتب مباشرة عدنا سؤال كذلك كالي لفيزي كومينيكاتيب دو لوتار واشتهي الغاية الإعلامية للكاتب هذا الكاتب لا يكتب لينا هذا النص واشتهو الهدف اللي كان عنده طبعا هنا الثاني بلا ما تخمم بلا ما اكسب أينفورمي أينفورمي للإعلام كالباقي يخبرنا ويعلمونا يعطينا معلومات للإعلام عدي سؤال آخر غلاف دو تفس دو مو أو إكسبريسيون أبارتنا أو شن لكسيكال دو هنا مثلا أعطيتك لغجول يعني خرج من النص زوش كلمات ممكن يتوك ثلاثة ممكن يتوك ربعة زوش كلمات ولا تعابير نقولو مو هي كلمة إكسبريسيون هي تعبير ممكن تكون كلمة ممكن تكون تعبير ينتمي إلى الحقل الدلالي مثلا لكلمة لغجول لغجول هو البوحمرون يعني مش نجيبه جوش كلمات تنتمي عندها علاقة بهذه البوحمرون مثلا نعطيتك هنا المالادي هو مرض وثاني كونتاجيوز يعني هذا المرض هو معدي لغجول كونتاجيوز معدي نواصل كذلك في بقية الأسئلة اللي ممكن تلقيها في الفرص وكيف هي جاوب عليها يقولي مثلا غلاب دو تاكست لبخوصيدي إكسبيكاتيب سويفان خرج من النص المعلومات الآتية إن ديفينيسيون والله إن ديفينيسيون معناها تعريف وكين دير نلقاه ندور للغربات هذا أست وراه يك اللي ما لقيتش صيفة علاقش وراه ممكن نلقى صيفة نلقى تعريف غالبيات الظن كي يقولك خرج لي إن ديفينيسيون أنت تدور على للغربات خصوصا في الجملة الأولى الجملة الأولى دايما نتعرف بهذا المشكل اللي رأيطرح فيه الكاتب لا يهدر على إختراع ولا يهدر على مرض ولا يهدر على اللي رأيطرح عليها دايما نعرفها دايما نلقى فيها ESC وليا كان هذا الموضور اللي هدرع عليه بلوغيال نلقى S,O,N,T لفقد أت أو بلوغيال يعني صن هذه الصن الثاني تشير إلى تعريف بسحة التعريف في الجملة كذلك نلسخاشن وش معنها نلسخاشن يعني مثال أعطيني مثال هنا يكين دير نلقى نلقى هناك كلمة كوم ولا تلك ولا باري إجزمبل باري إجزمبل كاميثال نتمنى نلسخاشن كذلك سؤال أخر ممكن يجيني ويهدر دايما يهدر فيه تالاني يقول يغوله لفد تكس ان سبستيتي لكسيكال كي يقول لك خرج ان سبستيتي لكسيكال هو راه يقصد مرادف مرادف كلمة مرادفة يعني كلمة هنا يعني كلمة ويقول لك خرج لها المرادف هذا يقول لها لسبستيتي لكسيكال كلمة في بلست كلمة مرادف 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 كلمة لنستبدلها بكلمة أخرى كي يقول لي غولة تكس ان سبستيتي جراماتي هنا يدور على حرف بالدنبه ذيك الكلمة أو ضامير بالدنبه ذيك الكلمة لبما إر إل 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 هذو قاح هذو ضامير يقولهم لي سبستيتي جراماتي كي نجنب التكار لإستعمالها هنا فهنا يجعل نص ممكن يقول لك خرج لي ميقول لك ش أعطيني له sinonim direct term يقول لك سبستيتي لكسيكال ولا يقول لك سبستيتي جراماتي كذلك سؤال آخر يقول لك الدكال بيت أتي خيش التكست الهدف من كتابة النص وش يقول هنا يجعل المثال 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 يعني تبيان الظواهر تحذ المرض الأعراض يعني مثلا إظهار الأعراض تحذ المرض مثلا السين تشوف كلمة السين طم هما الأعراض كذلك ممكن هنا يجيني نص بدون عنوان يجيني نص بدون عنوان يقول دون تتر أو تاكست رغم أن سؤال تافه فسح لك لا تعرف تحدد عنوانه يعني قران نص وغالبيا عنوان النص يتعلق بالفقرة الأولى ذلك نبضح واحد للأشياء الفرض مدام كما سنة أولى ثانوي ما تعرف طبيعة طبعا يختلف عن الفرض التعلاكات خيامان يميين خيامان يميين ومتبسطة كانت أسئلة حول النص وأسئلة حول القواعد يعطيك أن يسخص في القرامير في الكون وغتوغراف ويعطيك أسئلة حول النص بالصحف الليسي يعتمد الفرض والاختبار يعتمد اعتماد كل على فهم للنص كما تلقى 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 أسئلة تلقى 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 أسئلة تلقى وضع وضع الوضعية الإدماجية الغالبية الأساتذة لا يدر وضع الفرض وذلك يجب الوقت يجب الوضع الاختبار نوضح شيء آخر الوحدة التي تقرأ فيها هي اللي يدرون لك منها الفرض كما كنت في المتوسط يعني مش تتقرأ في شيء واجب لك شيء آخر المضمون التي تقرأ فيها كما كنت في المعين راح يجيكم فيها الاختبار تمنيتي لكم بالتوفيق وإلى اللقاء أعزائي ترجمة نانسي قنقر